تنفيذ لتوجيهات صاحب السمون ملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطويع مختلف التقنيات الحديثة في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أنه بفضل دعم ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية فقد بدأت الهيئة توفير الدفعة الأولى من الأساور الإلكترونية المساهمة في تعزيز قدرة ودقة تطبيق مجتمع واعي على متابعة التزام الحالات المشتبهة إصابتها بالفيروس بالحجر الصحي أو المنزلي وأوضح أن الأساور التي سيتم ربطها بالتطبيق إلكترونيا عبر أجهزة الهواتف الذكية تأتي ضمن منظومة عمل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والرامية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع كما ستعزز من آلية المتابعة التي تلتزم بها وزارة الصحة مع كافة الحالات وقال القائد إنه تم وبموجب القرار الصادر عن سعادة وزيرة الصحة إلزام جميع الحالات الخاضعة للحجر المنزلي بتحميل تطبيق مجتمع واعي ووضع السوار مشيرا إلى أنه في حال مخالفة أي حالة من هذه الحالات إجراءات الحجر سيترتب عليه مع فعالية ودقة التطبيق والأساور الإلكترونية إرسال تنبيه لهذه الحالة بشأن مخالفتها للحجر كما سيترتب على ذلك تطبيق العقوبات بحسب قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 وشار الرئيس التنفيذي إلى أن الاستعانة بالأساور جاء بهدف ضمان سلامة الحالات المشتبه بها من أجل ضمان سلامة وصحة عائلاتهم والمجتمع ككل كما سيعطي المجتمع المزيد من الأمان والإطمئنان بشأن العملية الوطنية الخاصة بالرصد والتتبع وأوضح السيد محمد على القائد أنه سيتم إرشاد جميع الحالات الخاضعة للحجر حول طريقة استخدام السوار وخطوات تفعيله مضيفا أن هناك خطوات يتوجب على الحالات الالتزام بها ومنها التأكد من شحن الهاتف بانتظام والتحقق من فعالية الاتصال بالإنترنت مع التأكيد على ضرورة أن تقوم هذه الحالات وقبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي بالاتصال على الرقم 444 لترتيب موعد لإجراء فحص عينة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة